جرف الصخر مأساة ما تزال شاخصة لتدل على حجم الجريمة التي ارتكبت بحق مدينة بأكملها هجر منها سكانها لتتحول إلى معسكر كبير تنفيذا لأجنة لم تعد خافية على أحد وأصبحت المنطقة مغلقة عسكريا بشكل كامل من ميليشيات تابعة لإيران نفذت عملية تغيير ديمغرافي ممنهجة وواسعة النطاق حكومة المركزية تقول الأمر مو بدينا أنا كشخص بزمن حيدر العبادي واجهنا المستشارين قال يطلع لبنان ناجدوا هناك حزب الله الأمين العام حسن نصر الله وإحنا كممثلين منطقة وشيوخ وإحنا لهم هناك وتردينا قالوا هاي منطقة احنا يردون بها تغيير ديمغرافي تغيير ديمغرافي لأن المنطقة تصير شيعية بحتية حصن هذا كلام مقول من حسن نصر الله ومين عام حزب الله في مخيمات عامرية الفلوجة تعيش أعداد كبيرة من مهجري جرف الصخر بعد أن فقدوا كل ما يملكون حتى أوراقهم الثبوتية لم يعودوا قادرين على استصدارها نحن نازحين جرف الصخر إلى عامرية الفلوجة 2014 ولحد الآن لا أحد يفكر بنا بالعودة يعني حتى اللي عنده معاملة ما يمشونه يعني سألنا معاملات هدنا أطفال الطفل تيد طالية جنسية قال لك أنت ما عنده يفوت له السكن تقول ليش طالي بتغسكنك أنت نازح إلا ترجع من طقتك رجعني قال لك أنا مو بيدي إن شاء الله العودة مويمة ما أقدر رجعني ويؤكد المهجرون أنهم ما زالوا يعانون شظف العيش بينما تقف الحكومة العاجزة عن إرجاعهم متفرجة على وضعهم الإنساني المتردي هنا من تهجرنا ويجينا يعني جبر ما جينا بسهولة الدولة طلعتنا واتمت المنطقة بغير حشي ومطبلها ما دي منه ما جوا على المطلوب يأخذوه الدولة قوامونا عامي شامي وما يصيري تحنا عوائل ونساء ورجال وطلال ويجابونا بألوم وباكل وعقبة إحنا نريد نرجع لمنطقتنا إحنا منجر في الصخر مهجرين صارنا سبع سنين إحنا هنا قاعدين بالخيمة والحار وبالتراب يعني حال الضعم حالنا نريد نرجع لمنطقتنا ما حد ناشد بنا ولا حد زارنا ولا حد سأل علينا أبد هاي إننا سبع سنين هنا بهالمكان قاعدين سبع سنين ما حد نشد علينا ولا حد سأل علينا أبد خلاص سبع سنوات مرت على مأساة جرف الصخر وما زال أهلها المهجرون ينتظرون يوما يتمكنون فيه من العودة إلى ديارهم واسترجاع أملاكهم وقبل ذلك معرفة مصير أبنائهم الذين غيبوا ولم يعرفوا عنهم شيئا حتى الآن